مشاهدين الكرام أهلاً وسهلاً بكم في عدة جديدة من حصة نقطة خلاف هل صحيح أن التاريخ هو رهين السياسة؟ هل هناك جدليات علاقة السياسي بالتاريخي؟ أن يسمح لسياسي كتابة التاريخ؟ ولماذا؟ هل هناك تناقض بين السياسي والمؤرخ؟ أو الرجل المختص في كتابة التاريخ؟ كل هالأسئلة وأخرى تطرح اليوم بعد التصريحات الأخيرة التي أدل بها الرئيس السابق لحزب التجمع من أجل الثقافة والديموقراطية الأرسي دي ألا وهو السيد دكتور سعيد سعدي متهماً شخصيات التاريخية لإثراق النقاش الموضوع نستضيف اليوم في عدد جديد من حصة نقطة خلاف كل من السيد الدكتور مصطفى نويسر أستاذ التاريخ المعاصر بجامعة الجزائثين سيدي أهلاً وسهلاً بكم أهلاً وسهلاً شكراً ونستضيف أيضاً الدكتور محمد أرزقي فراد مؤرخ ونشط سياسي سيدي أهلاً وسهلاً بكم مرة أخرى أهلاً وسهلاً شكراً على الاستضافة شكراً 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 سي فراد شكراً سي نويسر إذن رح ندخل مباشرةً في الموضوع والموضوع كما تناقشنا فيه يعني مسبقاً هو العلاقة الجدلية بين المؤرخ بين رجل تاريخ ليكتب تاريخ ورجل سياسة وكل ما طرح من انشغالات وتصريحات وتناقضات في هذا الموضوع إذن سؤال الأول بكل صراحة سي فراد سي نويسر هل التصريحات التي أدى بها مؤخراً الدكتور سعيد سعدي المتهم يعني اتهم رئيس أسبق أحمد بلبلة وكما تكلم في المسار التاريخي لسيد مصري الحاج وحتى الرئيس الأسبق علي كافي يمكن فصلها عن الأفكار السياسية لصاحبها وهي أفكار الدكتور الرئيس السابق للأر سي دي سيد سعيد سعدي تفضلوا تفرد سين نويسر شكراً على كل حال شوف هو بالنسبة لقضايا هذه الجدل اللي رواقع يعني إحنا بصيفتنا باحثين في التاريخ ومؤرخين هو أمر عادي عام عادي وهنا لازم نفرق أو نميز بين نوعين من التاريخ التاريخ الأكاديمي الذي يكتبه المؤرخ الباحث بهدوء وبعقلانية وبموضوعية والتاريخ العام الذي يدخل في إطار ما يعرف بالثقافة التاريخية هو مفتوح للجميع يعني يكتب فيه السياسي وغير السياسي ما هو معروف في الحقيقة في العالم يعني مش عندنا في الجزائر في العالم أنه دائماً السياسي يستفيد من المؤرخ السياسي يستفيد من المؤرخ وعالم الاجتماع يستفيد من المؤرخ يعني تقريباً علم التاريخ هو علم استراتيجي يضع القواعد والأسس لأي مجتمع فيقال مثلاً في أمريكا أو في بريطانيا أو في رنسا السياسي الناجح هو الذي يفهم التاريخ ويقرأ التاريخ ويستفيد من الأبحاث التاريخية التي تقدم هذا ما هو معروف الآن لما نأتي إلى الجدل الذي رأه واقع اليوم وعندما سياسي يكتب في قضايا تاريخية أو يمس ربما ببعض حاجات ربما طبهات أو محرمات يعني نحن كمؤرخين أو كباحثين لا نعترض على ما يكتبه أي كان في قضايا تاريخية لا نعترض ولكن فيه مسائل ربما هذا السياسي لا يستطيع أن يصل إلى الحقيقة التاريخية بكل موضوعية لماذا؟ لأنه سياسي وعنده مشروع سياسي مشروع سياسي يدافع عن مشروعه ويريد أن يوظف التاريخ يريد أن يوظف مشروعه الذي يؤمن به باستفادة هذا هو يعني ما فيهش إذن فالرجل كما قلت أنت وكما نعرفه جميعا هو غيره بالمناسبة هو غيره يعني يوظف التاريخ لمصلحة المشروع الذي يؤمن به ويدافع عنه وهو مشروع بالمناسبة هو مشروع ليس جديد يعني هو مشروع قديم يمتد بنا إلى أيام الاستعمار حتى الثلاثينات يعني لما بدأ هذا المشروع يتشكل ويتبلور في إطار مشروع مجتمع لتيار فكري معين وتيار النخبة التغريبية المفرنصة التي تريد للجزائر أن تكون في إطار معين وفي إطار محدد هذا هو هذا هو في التسوق شكرا أستاذ نويسر إذن نفس السفرات ربما هناك كلمة في الموضوع نعم علاقة السياسي بالتاريخ حضارة البشر هي التاريخ ومثل ما قال جيستاف لبون الأموات هم الذين يسيرون حياتنا القول هذا يأكد على أهمية التاريخ في الحضارة البشرية دافيد هيوم الإنجليزي أشار إلى أن مسؤول الذي لا يقرأ التاريخ لا يستطيع أن يسير البلد يعني في الاتجاه الصحيح نزار قباني لو قرأنا التاريخ ما ضعت القدس وضعت من قبلها الحمراء نعم أحمد شوقي واخدع ما شئت من الأحياء فلن تجد التاريخ في المنخادعين يعني لا يمكن لأي مسؤول سياسي أن يبني الدولة إذا كان ما عندهش ثقافة تاريخية هذا يعني أمر أمر مفرغ منه علاقة السياسي بالتاريخ المشكلة الأساسية للتاريخ تتمثل في التدخل السياسي في التاريخ دائما المؤرخ يسعى من أن يجعل مساحة العقلانية فيما يكتبه أكبر من مساحة العاطفة في حين ما وش مليوم نأخذهم مثلات معركة صفين لوقعت في عهد الخلفاء الراشدين فتقرأ مثلا المصادر الشيعية تتكلم على المعركة بوجهة نظر معينة بوجهة نظر معينة وتشوف المؤرخون أهل السنة والجماعة يتكلموا عليه وهي نفس المعركة نفس الظروف فلذلك اليوم وش عندنا اليوم أمامنا عندنا التاريخ الأكاديمي الذي يبنى على الطرح المعرفي وهذا هو الأصل في التاريخ يجب أن تكتب التاريخ بطرح معرفي يعني لازم تكون عندك أدوات علمية منهجية تمكنك من التحليل والتعليل والنظر والتمحيص وما إلى ذلك وعندنا من جهة أخرى الكتابة الإيديولوجية الكتابة الإيديولوجية تعمل من أجل تطويع التاريخ وفق أهدافها وفق أهدافها فإذن هناك صراع والكتابة الإيديولوجية أنتجت لنا ما يسمى بالكتابة الرسمية إحنا مثلا تخوين مصالي الحاج المدرسة يعني إحنا انشأنا وكبرنا وإحنا كنا نتصور أنه خائل وهو غير ذلك فلذلك الكتابة الرسمية هي التي أنجبت الفكرة هذه نعم فالآن الإشكال أنا كمؤرخ السؤال الذي نطرحه أنا كمؤرخ الكل يدرك أن ظاهرة التخوين هذه هي مصيبة مصيبة ألمت بالعالم العربي نقول هذا بتخوين والتكفير وتسفيها الأراء هذا يدل على غياب الحوار باش نبقى فارك في هذه نقطة الإشكال يعني إحنا نعرف أن الدولة هي التي أنتجت وأنجبت فكرة التخوين أين كانت العدالة الجزائرية حينما كان الآخرون يخونون عبان رمضان وحينما كان سعيد عباده قد يخون ميصا للحاج لم تتحرك العدالة الآن تحرك شخص يسمى سعيد سعدي موجود في المعارضة له طيار طيار فكري بمعين في ظرف 24 ساعة تحركت العدالة هنا الخلل هنا يكمن الخلل المنجب المنتج لفكرة التخوين تخليه يقول ما يشاء فإذا وجدها في السوق ووظفها الإنسان تتحرك العدالة هنا في الخلل هنا في الخلل يدل على أن المجتمع أن تعمل مريد مهما كان القمر إذن هل يمكن قول في نقطة بالذات أستاذ نويسر أستاذ فرد أن التاريخ يعني يستغل من طرف السلطة كما قلتم يعني كيفاش من جهة الناس يعني قالوا كلام يعني سلبي في حق عبان رمضان والسلطة بقيت يعني مكتوفة الأيدي لم تتحرك واليوم رجل سياسي تكلم في شخصيات علي كافي بصري الحاج أو حتى السيد بن بالله العدالة تحركت هل نستطيع أن نقول كالسياسي أو حتى السلطة تستغل الظرف التاريخي أو تستغل التاريخ لأغراض سياسية السيد نويسر يقول أن لا الكل يحل هو تكميل أين يكمل خلل لا هو شوف منذ عشر سنوات إذا كنا نتذكر جميعا أن أحد المؤرخين وهو المرحوم الدكتور ربح بالعيد عندما بدأ يتكلم عن مصالي وأراد أن يعقد ندوة حول هذا الرجل فتحركت العدالة والتهمة وأوقف له المشروع وإلى آخر أيضا نتذكر أنه لما أصدر المرحوم علي كافي أيضا مذكيرات وتكلم فيها عن أحد رفاقه هو المرحوم عبن رمضان أيضا رفعت عليه قضية ومعروفة قضية وقضية وإلى آخر فإحنا الآن بإزال مشكلة يعني حقيقية أن العدالة تتدخل في قضايا قضايا التاريخ أو قضايا الجدل التاريخي ويغيب أصحاب الشأن اللي هم الباحثين والمؤرخين في هذا وثيرة قضايا حساسة في تاريخ فرنسا المعاصرة وخاصة بعد الحرب العالمية الثانية ودخل البعض في بعض المسائل قضائي فستنجد في المحكمة بمؤرخين متخصصين في تلك النقاط المثار حولها النقاج لفصل فيها إذن تجربة عندنا خارج بلدنا فرنسا وقعت هذه القضية هذه وقعت هذه القضية لأسطنية طبعا لأن القضاء لا يريد لا أدري كيف أعبر عن ذلك لا يريد أن يقمع كما هو ربما اليوم والله وإنما قد يريد أن يصلي الحقيقة والقضاء يستحيل عليه أن يصلي لهذه المسائل ولكن في قضية الحال قلتم سيد نويسر في قضية الحال قلتم أن مثلا ما قاله السيد سعيد سعدي السياسي يعني موظفة لأغراض سياسية محظى كرجل سياسي كرجل ينظم من أجل أفكار وقلتم أنها أفكار تابعة لأفكار غربية كما قلتم لا أنا فقط أردت أنه وضح أن المشروع الذي يحمله الدكتور سعدي هو هو وحزبه نعم هو دم تيار فكري سياسي موجود في الجزائر يعود إلى العشرينات يعني يبدأ وهذا هل يخلق أن هناك أزمات سياسية حتى في حركة الوطنية الجزائرية دون شك دون شك هذا الصراع والخلاف الفكري كان موجود في حركة تحرورية استقلالية عندك الصراع الإيديولوجي في الحركة الوطنية التونسية يعني هذه مسألة يعني لا يمكن أن نقول أن نعطيها يعني بعد واحد الخلاف حول التوجهات الفكرية والسياسية الكبرى لأي بلد خاصة لما يكون مستعمر يعني التحضير التحضير لما بعد استقلال بناء الدولة كيف تكون هذه الدولة نظر تختلف طبعا نعم ربما سؤال سيد فراد كما يقول سيد نويسر يقول أن هناك تقصير نوعا ما من رجل سياسي للتاريخ لأغراض سياسية هل تعتقدون سيد فراد أن نوعا ما ما أدلى به سيد سعيد سعدي كما طرح في النقاش في الصحف وحتى في القنوات تليميزيونية يعني هو يعني يرجع أو ترجع أصوله إلى معرفته الحركة الوطنية من أزمات من من ربما تجاوزات أو من أمور يعني اليوم نعرف يعني نتيجة هذه اليوم شوف ربما حتى هذا وطرح طرح المعرفي دائما يغوص إلى أعماق المشكلة فمنو خلدون يعني باختصار في جملة قصيرة قالت التاريخ ظاهره خبر وباطنه النظر فمن الخطأ أن نجعل من صريح سعيد سعدي الشجرة التي تغطي الغابة كيف هاش ذلك كيف المجتمع أنت عنام مريض والمرض يكمن في الاستبداد الاستبداد يضايق المؤرخ ويضايق المثقف ويمنع الحوار ويمنع الحوار وتغييب الحوار منذ الأربعينيات من القرن الماضي لأنه قضية التاريخ متع الجيش العدالة قضية التاريخ لا تستطيع العدالة يعني إقحام العدالة في قضية تاريخية هو سلوك استبددي نعم هو سلوك استبددي ساعد ساعدية باش نفهموه يجب على المؤرخ أن يغوص في الاحداث وعنده خلفية الموقف انتعا اشكوا هو دكتور ساعد ساعدية لا الثقافة الجزائرية لا الثقافة الجزائرية هل المسؤولية هي المسؤولية التاريخية ربما المؤرخ في العمش دوره ما 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 أشار إليها الأخ سيد مصطفى بالطيار التغريبي أنا نقول حاجة أخرى ما توافقوش أنا ما بلك من وفقوش هذه بلك هذه من وفقوش فيها وش نقول لنا هناك طيار عروبي نعم يتمثل في مصالي الحاج الذي أقصى البعد الأمازيغي في أواخر الأربعينية نعم فأطلق عليها تسميت لا كريز بيربير هذا أكبر خطأ ما فيش كريز بيربير ماكش أزمة بربرية هناك أزمة هوية هناك أزمة هوية في ثمانية وربعين فيه جماعة عندما أصدر مثل الحاج ووثيقة قدمها لهيئة الأمم المتحدة ميميروندوم نعم يقول فيه أيها العالم نحن دولة عظيمة يعود تاريخنا إلى الفتح الإسلامي نحن دولة عربية إسلامية يعود تاريخنا إلى الفتح الإسلامي هنا ظهرت جماعة من المناظلين في منطقة القبائل قالوا له بواندوردر ميسيو ميسيو بريزيدان بريزيدان قالوا له نحن لابد نفتح نقاش ما معنى لا نصيون ما هي الأمة قالوا لنطرح نقاش لأنه فيه المكون الأمازيغي فيه المكون الأمازيغي هذا الجماعة التي طرحت المكون الأمازيغي ما هي صفتها الديمقراطية كانت تسعة من أجل دمقراطة الحزب نعم وكانت تسعة من أجل فتح الفياء الحواء أغلق ميسل الحاج الحواء رجل عظيم ميسل الحاج يعني خليني بين قوسين ربما يفهم البعض أنا من دعاة إعتبار لمصال الحاج كيف تفهمه يعني لمصال الحاج قامة لا يمكن القفز عليها لأنه تقريبا ثلاثين سنة هو العامود الفقري للحركة الوطنية أكيد بالله ولكن بشر ما زال ما كمانش الفكرة فلذلك النتيجة وقعت أول زلزال أو الزلزال وقع في المجتمع خلافا للحركة الإصلاحية التي تبنت البعد الأمازيغي بطريقة واضحة بمبادئة يسحم التوفيق المدني الشيخ سحنون وما إلى ذلك ففي حين أقصى البعد الأمازيغي زيد أمشي في التاريخ أمشي في التاريخ القضية اللي حتت في 56 إغتيال وعلي بن ناي وعمار ولد حمودة ومبارك أيتمانجلات مناظلون كبار كانوا فلوس ومخلصون للحركة الوطنية أضف إلى ذلك زيد أمشي كذلك فيما بعد إغتيال أعبان رمضان كل هذه الخلفية هذه الخلفية السياسية اعتملت اعتملت في فكر هذا الرجل لش أنه اعتملت في ذهن هذا الرجل فلذلك أنا واش نقول اليوم الحلم واش تخوين الحلم واش العدلة أننا نفتح حوار بين المتخصصين نفتح حوار بين المتخصصين باش نوضع الأصبع على النقائص نعم على النقائص نبين النقائص ونتفادها في المستقبل ومما يؤكد أن المجتمع كان مارضا أن الأمازيغيات دخلت في الدستور في 2002 وهذا هو الصواب ربما نطلح السؤال سينويسر سيفراد يقول أن الإقصاء ببعد الأمازيغي في الحركة الوطنية الجزائرية هو اللي يغضى يعني كل هذه النزاعات وكل هذه التضاربات بين الرجال الساسة في الجزائر واليوم الطرح التاريخي لكل هذا شوف هو المورخ ما نشاف لا توافق واذا قال سيفراد لا أوافق هذه المسألة أخرى هو طرح تصور لهذا التيار كيف دفع عن نفسه وكيف عبر عن نفسه هو تصور أو حقيقة سينويسر هو التصور أو حقيقة أنا قلت أنه هذا التيار لا يعود إلى الأربعينات وإنما يعود إلى الثلاثينات مع الثلاثينات مع التيار الذي ظهر في ما يسمى بعض الجلايات صدرت مثل لابوديزامبل ومع زناتي ومع حسين لحمق وفي كتاب وليليترا الجريان وكذا يعبر على هذه الأفكار لكن ربما جاءت في الأربعينات وانخذت بعد آخر إلى آخر قضية الصراح والهوية إذن كانت مطروحة مقبل يعني منوش تسعة وربعين 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 أخذت بعد سياسي ولكن منقبل الحركة الوطنية كانت من البداية حسمت قريباً الحركة الوطنية الاستقلالية حسم هذا الموقف موقف الانتماء والهوية والهوية والآخرية نشوف في 1944 يعني اللاكسيون الجيريان اللي كانت تنطق باسم الحزب الشعب إلى آخرية كانت لما طرحت فرنسا مشروعها للمستقبل بعد الحرب العالمية الثانية وسط ما يسمى بالاتحاد الفرنسي لتكون لتكون شبيهة بالنظام الكومنويلت اللي بلاته بريطانيا فأرادت أن تكون من مستعمراتها ضمن اتحاد فرنسي فالحركة الوطنية الجزائرية في أربع وربعين يعني أجابت قالت الألجيري ضن الفيدررسيون فرنسيز نو الألجيري ضن الفيدررسيون عربوي يعني هذه مسائل لما الزميل يقول طريحة القضية في تسعة وربعين حول إقصاء البعد والله هذا يدخل في الصراع الفكري والتوجهات بين الكتل المختلفة اللي كانت موجودة في حزب الحركة الوطنية اللي هو حزب الشاب حركة انتصال الحرية الديموقراطية المسألة ليست هنا المسألة لأريد أن أخذ فيها معا أو ضد لأن المؤرخ دائما يحاول أن يكون محايدا في القضايا الإديولوجية يكون محايد وما يدخل الذاتية لأن إذا أدخل الذاتية يتحول إلى مناضل يعني يخرج من جلده يخرج من جلده ليصبح مناضل في قضية سياسية هو حر هو حرم فيها طبعا هو حرم فيها فالمؤرخ يحاول يشوف كيف يعطي للحدث التاريخي في سياق التاريخي يعني السياق التاريخي يبقى في سياق التاريخي ولا يعطي الأحكام لأنه ليس قاضي حتى يعطي الأحكام كان خاطئ أنا صح هذا هو هذا هو المهمة المؤرخ وهي بالمناسبة هي مهمة شاقة وصعبة ومعقدة وهناك عندنا في التاريخ ما يسمى بالصراع بين الذاتية والموضوعية يعني هذا التدخل بين الذاتية والموضوعية يعني صعب صعب جدا من الفصل بينهما ولهذا دائما يقولك الشرط الأول المؤرخ أن يكون موضوعيا لا ذاتيا حتى ولكن كانت الذاتية هي تدخل ولكن يحاول قدر الإمكان يخليها في المرتبة التانية وليس في الأولى لأنه يخون التاريخ ويخون المهمة سفرد ربما أروا لا عندي رأي آخر فضل لأن نقاش مفتوح نعمة 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 على الطرح المال أنك تجلس مع الرأي الآخر وتحترب ويحترب هذا هو الطرح المال قال برك كلما من وفقه عليها سمسطة يعني هو عندما يدافع عن القومية العربية ويتحمس للقومية العربية مسموح به يعني يقولك أنا ما مناظل هو مناظل من أجل القضية وأنا اسمح لي اسمح وأنا أشاطرك أنا أقولك الطرح المؤرخ هو الطرح المؤرخ عنده أفق انت عواسع مش ما عنده قضية المؤرخ عنده قضية المؤرخ مناظل للمؤرخ ولكن يناظل من أجل قضية صحيحة مثلا أعطيك مثال ولكن الذاتية عندما تصبح ذاتية تضيع الموضوع أكيد أليس هو الإشكال يا سي عبد الرحمن نعم لا أختلف مع صديقي العمر سيم صطفى حول قضية الذاتية والموضوعية ولكن وحد الآن في الجزائر أسكلي وعدك مثال الذي يدوس الموضوعية يدوس الموضوعية يقولك أنا موضوعية هذا هو الإشكال في الجزائر يعني الموضوعية عند البعض أنك تترك للبعد الأمازيغي الموضوعية عند البعض يعني طرحوا العلاقة ما بين المكون الأمازيغي والمكون العربي الإسلامي طرح تنقضي هذه الإيديولوجية والموضوعية وش هي في رأيي الأمازيغية لنا والإسلام لنا والعربية لنا والجزائر تساعهما أنا في رأيي هذه الموضوعية أنا أنتفق معه أن الأفق في الجزائر هو العالم العربي ولكن هو يقول ولكن هو يقول نعم نكمل فيك الأفق أنا أؤمن أن الفضاء الصحيح هو الفضاء العربي نعم أنا ضد القطرية الضيقة ما كان حتى واحد لا وعلي بن ناي ولا عمار ولد حمود ولا مبارك أيتمانجلات نعم ولا واحد أنكر البعد العربي الإسلامي في شخصية الجزائر ولكن العكس واش قالوا قالوا هناك مكون آخر يجب أن نعيد له الاعتبار فلذلك فلذلك إحنا الآن عندما ندعم فكرة الفضاء العربي عندما يجب أن ندعم هذه الفكرة مع احترام الخصوصيات مع احترام المكوّد مع احترام المكوّد هناك مثلا هذا الطيار هذا الطيار الإديولوجي الذي مثلا ينحى باللائمة على جمال عبد النصر جمال عبد النصر جزء من تاريخنا لماذا؟ لأن مصر هي القلعة على الحركة الوطنية لكن نعم لكن علينا أن ندرك جيدا أن مصال الحاج رحمه الله ارتكب خطأ قاتلا حينما أبعد المكوّن الأمازيغي خلافا للحركة الإصلاحية التي تبنت سوف يجيب كفز نقول كل مبرك واش قال ايتحمد في المذكيرات نعم قال ما ارتكبه هذا طبعا يحترمه جيدا مصال الحاج وزار قبله بعد روجوعه نعم وش يقولك يقولك حطم الحزب يعني الزلزال الذي ضرب الحزب في عام في عام تسعة وربعين ومن رماد ذلك الخطأ ظهرت الجماعة التي فجرت شكرا شكرا سوف نصل الحوار في الجزء الثاني من الحصة ولكن بعد الطرح السؤال التالي هل الصراع الإيديولوجي استاذ نويسر هو الذي فرض نفسه اليوم في كل المحاولات لكتابة التاريخ الجزائري جوابكم على السؤال في الجزء الثاني من الحصة أيها السادة والسيدات ابقوا معنا سنعود بعد الفاصل مشاهدي الكرام أهلا وسهلا بكم نوصل الحوار في الجزء الثاني من حصة نقطة خلاف والتي تستضيف بالمناسبة كل من السيد الدكتور مصطفى نويسر أستاذ تاريخ المعاصر بجامعات الجزائر الثنين سيدي أهلا وسهلا بكم مرة أخرى أبو القاسم صعد الله عفوا جامعة الجزائر الثنين أبو القاسم صعد الله شكرا سيد هذه السمية الجديدة لهذا الرجل شكرا سيد للتوضيح وأستضيف أيضا كل من السيد الدكتور محمد أرسكي فراد مؤرخ ونشط سياسي سيدي أهلا وسهلا بكم إذن طرحت السؤال السؤال الأخير الذي طرحته في الجزء الأول من الحصة هو كتالي هل السرع الإيديولوجي اليوم هو الذي يفرض نفسه في كل المحاولات لكتابة التاريخ الجزائري أسكل يوم لفت أنه رجل سياسي معروف عنده أو حزب سياسي يدافع عن فكرة تاريخية معينة تدفع بطريقة مباشرة ويخرج من التاريخ أو كتابة التاريخ الحقيقي سينويسر ربما سأعيد تقريبا ما قلناه أنه السياسي المؤدلج لأنه بالمناسبة فيه سياسي من السياسي فيه سياسي يريد يعني يمارس السياسة للسياسة وهناك سياسي يمارس السياسة بإيديولوجية يعني بأفكار و بخلفية مثل الشخص اللي كنا نتكلمو عليه فالصرع الإيديولوجي موجود وإن ينتهي الحقيقة حتى لما بشرتنا العلمة بنهاية التاريخ ونهاية الإيديولوجيا هي في الحقيقة لكي تعوضها بإيديولوجيا أخرى هي إيديولوجيا العلمة والهيمناء وبتالي إيديولوجيا لا تموت ولا يمتم لأنها بنية على الفكر وعلى الأفكار أريد فقط في هذه المناسبة ونحن نتكلم عن التاريخ وعن الصراع الإيديولوجي ليستمد يعني مرجعيته من التاريخ في بلادنا هذه الأهمية الكبرى التاريخ في بلادنا كما هو ظاهر في الإعلام وفي الععلان إلى آخره في تطور ولكن في الواقع التاريخ في بلادنا يتقهقر كيف يتقهقر وأنا أتكلم من موقع أستاذ جمعي في التاريخ أقول لك أن التاريخ اليوم في المنظومة المنظومة التعليمية التربوية الجامعة الجزائرية يتراجع كنا معهد تاريخ لهما له ثم في فترة من فترات هذا المهد تقلص وأصبح قسم واليوم التاريخ في الجامعة الجزائرية تحول إلى شعبة ضمن تخصص اسمه العلوم الإنسانية والاجتماعية وهذا يندل على شيء وهذا أمر بالنسبة لي وربما زميل يشاطروني لأنه أيضا كان ربما التاريخ سيلغى وهنا ندخل في باب لا أريد أن أقول أنها المؤامرة ولكن إذا قلنا أن التاريخ بهذا الشكل في هذا التراجع في المنظومة التربوية وفي الجامعة أقول أقول أن هناك إذا المؤامرة على تاريخنا وهنا أنا أدق نقص الخطر إلى المسؤولين والجهات المنية وإلى كل الغيرين على هذا تاريخ أن يعيدوا الاعتبار للتاريخ ونقول لك أن التاريخ في الدول المتقدمة الدول المتطورة دائما في المستوى الأولياء نأخذ ألمانيا يعني مادة التاريخ معاملها معامل التاريخ يسوي معامل مادة الرياضيات في الدولة العبرية اللي هنا العدو التاريخ هو أعلى يعني معدل التاريخ وهكذا إذن نحن نتكلم عن التاريخ في الإعلام وفي المحافل السياسية ولكن في الواقع هو يزاح شيئا فشيئا ربما هذا هو بخلاء أنه رجال سياسة يعني يعني يتكلموا ويتناقشوا في موضوع التاريخ بالرغم أنهم ليست لديهم أليا بالمناسبة أستاذ فراد نسو دقيقة شيء آخر تماما لا يعرفوه الكثير أنا وزميلي وخيري إحنا لما دخلنا للجامعة في السبعينات وإلى اليوم التعليم تعليم التاريخ في الجامعة الجزائرية الهدف منه هو تكوين أساتذة لتعليم التاريخ وليس تكوين باحثين ومؤرخين المنظومة الجامعية منذ الاستقلال إلى يومنا هذا لا يوجد فيه منهجية لتعليم وتكوين الباحث في التاريخ مهمة الدولة هو تكوين أساتذة وبس حتى في الجامعة هذا هو لا تفضل أستاذ فراد نفس سؤالي طرحته وكان تعليق شوف الاستبداد يعني مؤرخ عندما يفكر جيداً وبهدوء ويجعل مساحة العقل أكبر من مساحة العطفة أرجع التاريخ كما شئت ستجد أن الاستبداد هو الذي يغيب الكتابة الموضوعية سعد الله رحمه الله صاحب المشروع الممدود والعمر المحدود كما قال عن نفسه ونحن كنا طلبة عنده وطلبة اللي جاء ومورانا يسقسوها لماذا تكتب شهاية الثورة يقولك لا نقدرش إذن خلينا نقول الحقائق وربما نختلف مع زميني في حاجة وحدة يجب على المؤرخ أن ينزل من قصره ومن تخصصه ومن الإنغلاق في التخصص إلى الواقع كيفاش يعني فسرنا بارك لاوفيك بارك لاوفيك نفسر أنا أستاذ تاريخ بارك لاوفيك أنا من الذين يؤمنون أن المؤرخ هو الذي يقود الأمة المؤرخ هو الذي يقود الأمة عليه أن يقول الحق هل مثلا أستاذ التاريخ قصروا في دورهم لا شوف درك نحن درك يعني ما نشخصوش القارية لا ما نشخصوش نعم المؤرخ قصر في أداء واجبه الذي يتمثل في التنوير الرأي العام في التنوير الرأي العام الاستبداد ظاهرة الاستبداد لأي سبب أستاذ تاريخ لعدة اعتبارات لأن النظام لأن النظام الحالي نرجع كما قال النظام الحالي ما يخليش المؤرخ تدير البرنامج كما تحبنته هو يدير لك البرنامج أنت على التدريس بما ينسجموا مع أهدافه التسلطية واش قال قالك يعني ما حنا ما الجامعة الجزائرية ما تكونش الباحثين وإنما تكون السلطة تدير لك البرنامج أنت تروح قره وما تحويش تفهم فلذلك الديمقراطية هي القادرة على حل جميع الصراعات الإديولوجية وأنا من صورش مستقبل أمة بلا تاريخ أنا أتفقهما من صورش مستقبل أمة بلا تاريخ والتاريخ هو الذي يضمن الهوية التاريخ هو الذي يضمن الهوية هناك مؤرخ متأكد أن الجزائر الوعاء الحضاري الكبير انتحى أولا علينا أن نتجاوز القطرية ضيقة لأن نفهم القطرية يا دكتور نويسر القطرية ضيقة هذه بضعة استعمارية حنا جدودنا من بلاد قبيل دعنا نكلمك من الواقع بلاد قبيل يقرأ يتعلم في الزاوية ويروح في دماغه ويكمل دراسة نتاعه في الأزهر ويروح للشام وكي تقرأ الأدب الشعبي الأمازيغي تجد معالم تاريخ الوعاء الحضارة العربية الإسلامية تجد الأزهر تجد الأسكندرية تجد مكة تجد الشام أي في فيرن الشام تسيطة السلام مثلا زميلي هو يدفع التوجه إلى خريه جميل جدا هو يناقض هو يناقض فكر الرجل الذي أنت تحدث عنه هو يطرح هو يقول أنه فضاءنا هو فضاءنا تاريخنا هو الفضاء العربي الإسلامي إلى خريه هذا الرجل تيارو لا يقول هذا هو يقول أنه فضاءنا هو المتوسطية إذن يعني ربما شوف ما هي الأسباب لكن الأسباب التي تدفع الإنسان أحيانا ما هي الأسباب التي تدفع الإنسان أحيانا يعطيناك بعض التطرف الضغط يولد هل هذا تطرف لسعيد سعدي هل هو تطرف سعبد الرحمن هل هو تطرف لسعبد الرحمن تطرف ولكن ليس نتيجة الضغط لا أوافقه يا أستاذ ليس نتيجة الضغط فيه الضغط ولكن فيه الثقافة شوف سعيد سعدي شوف إذا كان حبيته أنا ما أنا أنا إحنا المفروض في الجلسة هذه نتجاوز الأشخاص لا لا معليش ولكن لا لا نتجاوز الأشخاص لأنه ظاهرة 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 مهمة جدا وقبله بالمناسبة كمال داود نحن يطرح قضايا ظاهرة مهمة جدا نعم ظاهرة سعيد سعدي هو يعني أفكار سعيد سعدي هي رد الفعل للفكر العروبي الضيق الذي أقصى البعد الأمازيلي الإقصائي نعم أنا 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 عندما قدمت رسالة باش انتحصل ديبلوم دراسة المعمقة الإمارات البربرية في الأندلس خلال عهد ملك طوال أقصيت من جامعة أم لا أجبني بصراحة وأمرك لله بسبب أخاطب أخاطب ضميرك كباحث هل أقصي صديقك وزميلك محمد أرسق الضعيف أمامك بسبب أني تناولت فطرة أمازيغية أم لا مع العلم أنني من المدافعين عن اللسان العربي وانت تعرف أن المنطقة قلعة للعربية وقلعة للإسلام فإذن قضية قضية التهميش وإقصاء الأمازيغية هي اللي دفعت هذا الشخص إلى سينيبازيونكسيون هو رد الفعل الفعل قام به العربيون الذين أسأوا إلى العربية لأن العربية الصحيحة هي عربية القرآن اللي قال في أربي في كلامه ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك الآيات للعالمين أنا المنطلق انتعلي دعم اللغة العربية هو القرآن هو الكلام الرباني الذي لا يقصني ولكن هو يقول فحتى علي كرام الله جاه من فضلك فحتى علي كرام الله جاه واش قالك تعلموا الألسن فإن كل لسن بإلسان إذن أنا أعشق أبو تمام والشعر المتنبي وأم كل توم قدر حبي لأيتمانكلات وسماء ومحند الإشكال غير موجود الإشكال موجود عند ذلك الشخص الذي تملأه الإيديولوجيا التي تطرح العلاقة بين المكوينين علاقة تناثورية فإذن ما يجبش نحمله ساعد سادي يعني الثقل اللي هو بريء منه فالإشكال متروح عند أصحاب الذين أقصوا أقصوا البعد الأمري ربما لا 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 لو كانت باعنا بن باديس لو سمحني زميلي لو كانت باعنا بن باديس رحمه الله في 36 سمع هذه زميلي يعرف هم ليه في عام 36 راه الكلام اللي راح نقول هو منشور في جريدة شهاب في فريست نعم ما هو هذا الكلام هذا الكلام هذا لأن الناس ما جمعته يد الله لا تفرقه يد الشيطان علش من باديس بهذا المقال في عام 36 اجتمعوا في نادي تارقي وطلب من يحيى حمودي وهو عظم واسيش لجمعية العلماء أن يلقي كلمة بالقبائلية طلب السيد عبد الحميد بن باديس من يحيى حمودي أن يلقي كلمة بالقبائلية اللقاء كلمة بالقبائلية يعني ما كان حتى مشكلة في الأمر فرح بن باديس فلذلك وش قال ما جمعته يد الله وش جمعت يد الله الأمازيغية والعربية لا تفرقه يد الشيطان وشنه يد الشيطان هو الاستعمار الذي حاول التفريق بين سمح لي وكيف شو وقع المقال تاعه سي عبد الرحمن نعم وقعه عبد الحميد بن باديس الصنهاجي الصنهاجي يعني يعني معلش خليش شوفوا شي قرسي الويسر لا أنا 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 يقوله كلام صحيح أنا 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 أنكره هذا الكلام هذا عملية هو أحيانا ربما ربما تدخل عندنا عملية ربما الأستاذ زميل يوظف شوية السياسة في الكلام لأنه انطلاقا من أنه معارض سياسي ومناضل سياسي إلى خيره يعني يعني يمسكون بقضية الإقصاء والاستبداد وهذا صحيح لكن أنا لا أرى أنا أنا لا أرى ولا أحد من الوطنيين أنه خسنت حملت العروبيين أنهم أقصوا البعد الأمازييري العروبيون العروبيون لا يقصون التاريخ طيف 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 يعني العروبيون العروبيون عندما نتكلم على العروبيون يعني أنا بالنسبة لي هو الفضاء العربي هو الوطن العربي العروبيون في الجزائر وفي المغرب وفي دونس وفي مصر وفي سوريا وفي العراق يعني كما نتكلم عن الحضارة النوميدية عندنا في شمال إفريقيا نتكلم أيضا عن الأشوريين عن الكلدانيين عن الحضارة المصرية القديمة هذه كلها جزء من تاريخنا لا أحد ينكرها وبتالي أنا أؤيده عندما يقول قضية القطرية الضيقة القطرية الضيقة هذه المرتبطة بالكيان السياسي الذي أوجده الاستعمار نحن في بلاد المغرب تاريخيا يقال المغرب وحتى نميز بين أقاليم المغرب يقولوا المغرب الأقصى والمغرب الأدنى والمغرب الأوسط فإذن هذه لما خلقنا هذه الكيانات الجديدة وتشبتنا بالحدود السياسية التي أقامها الاستعمار جاءت ما يسمى بالوطنية الضيقة أو القطرية الضيقة وأصبحت الإيديولوجية هذه ربما تتغلب أنا من الناس الذين يؤمنون إيمان أعطى بأن المغرب العربي واحد لا يتجزأ والحركة الوطنية في الجزائر مغرب عربي نعم وفي تونس وفي مراكش في المغرب الأقصى يعني الشمال الأسباني والجنوب الفرنسي كلهم متفقين على أن المغرب واحد وقضيته واحدة واستعماره واحد والحركة التحرورية ينبغي أن تكون واحدة موحدة ولهذا كل من ناحية الهوية أستاذ جونويسر كيف ترون ذلك؟ هل توافقون ما يقوله أستاذ فراد عندما يقول أن الإقصاء البعد الأمازيغي للهوية الوطنية الجزائرية من بداية الثاني نعم تفضل هو بالنسبة لي قضية الإقصاء هو لإخلاء ربما رجال الساسك سعيد سعدي لا 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 بالنسبة لي قلت سعيد سعدي هو شخص في سلسلة طويلة من المسيارة من مسير تيار في كل موجود ابدا معا حسني لحمق الذي طلبه في 1931 في كتابه بأن الجزائر بربرية مسيحية لاطينية نعم هذا هو الطرح هذا هو الطرح هذا هو الطرح المشي في سعيد سعدي وبالتالي أنا لا أعتقد أن الرجل هو مجرد طرح هكذا رد فعل تلقائي لا أعتقد هذا لا أعتقد هذا لأنه راهو ضمن منظمة ضمن تيار فيكري وهذا التيار الفكري سبح لي أنا أقول عاد في تصوري نعم أنه هنا في الجزائر وعلى مستوى المغرب تقول أنه كيف يكون هذا المغرب هل يكون ضمن فضاء انتعه الطبيعي الحضاري العربي الإسلامي أو يكون بفضاء آخر لا علاقة له بالمشرق إلى آخر على أساس أن المشرق فيه كما يدعي هذا التيار جانب المصائب جانب الشرور إلى درجة إلى درجة التسمية التي يريد أن تروحها اليوم في بعض الأدبيات الاستعمار العربي الاستعمار الإسلامي إلى آخر وبتالي إذن هذا تيار أو هذا صراع فكري إيديولوجي بين توجهين كبيرين للمنطقة التي عنا إما تكون في فضاءها أي حضاري بأبعادها التاريخية التي لا يمكن أن تنكر هذا شيء جديد هذا مهم جدا لا يمكن تقول شيئا مهم من الآن أنا قلت بأبعادها بأبعادها التاريخية طبعا لا أحد ينكر هذا لا أحد أنكر البعد قبل اليوم معلي تفضل لو سمعت شوف أسمح لي الذي أنكره قبل اليوم المؤرخ لما يبحث السياق التاريخي للأفكار الاستقلالية أو الوطنية في مواجهة الخصم في مواجهة الخصم كانت الجزائر ضمن منظومتها من أيام العثمان يعني منذ سقوط الإيالة منذ سقوط الإيالة إيالة الجزائر في ألف وثنانمية وثلاثين بدأت المقاومة مباشرة بشقيها السياسي والمسلح المسلح الجهات في سبيل الله الأمير عبدالقادر ثم الثورات والانتفاضات التي وصلت 150 أو 147 انتفاضة كلها تدافع عن الأرض والشرف والعرض والدين واللغة والهوية بدون بدون واحد الجانب السياسي مع حمدان خودة وإلى آخر هذا الطرح الهوية فكرة الهوية في الفكرة السياسي الجزائري جديدة بدأت معه في الثلاثين كما قلت وانفجرت كما ذكر زميل في حزب الشعب عندما جاء جماعة من المنطقة منطقة القبائل تحديدا وقالوا ينبغي تحديدا نعم تحديدا نعم لأن الفكرة ظهرت في هذه المنطقة ونزالت إلى حدين كبير متبلويرا في هذه المتبلويرا مشكلة واضحة شكرا شوف يعني أنا باش ما تكونش هناك مغالطة ولا أعتقد أن زميلي وصديق مصطفى يقصد ذلك لا ولكن باش المشاهد الكريم ما يغلطش الشاذو يحفظ ولا يقاس عليه هل تتفق معي أن منطقة القبائل كانت قلعة للوطنية أم لا لا أحد ينكر هذا بارك الله فيك شوف وكل مناطق البلاد بارك الله فيك شوف عندما أنشئ لطوال نور أفريقيا نجم شمال إفريقيا لطوال نور أفريقيا نجم شمال إفريقيا في مارس 26 صحيح فيما بعد لم يصال الحاج هو الرئيس لكن القيادة انتعوا كلها كانت من منطقة القبائل علينا أن لا نخشى يا سي مصطفى المحترم يعني يقولينا فيه الناس يحبوا يعقدون كل من ذكروا حقائق إيجابية للمنطقة يقولك انتجعوا لطوال نور أفريقيا الأركان نعم مصال الحاج الرئيس الأركان هم القبائل لا ولكن ولكن ما قلش هذا الكلام شوفا سي مصطفى لا لينكر هذا الكلام لا لأنه يقوله طيار تغريبي طيار تغريبي شوفا سي مصطفى المرحلة من المراحل المواطن في عمق الجزائر في عمق الصحراء في قسطينة في تلمسان في معسكر بمجرد ما تقول منطقة القبائل يقولك انت تساوي حزب فرنسا هذه من الأخطاء الكارثية لراهي تشجع في التطرف لأنه أنا كين نقولك سكان منطقة القبائل أدوا دورا داحهم مش باش نقولكهم أكثر وطنية لا مومش أكثر وطنية ولكن لم يكونوا أقل وطنية فالعروبة أنا أتفق مع صديقي العروبة بمعناها الحضاري وليس بمعناها العرقي علينا أن تبذل المساعي في هذه المقطع أنا عربي حضاريا طيب العروبة الحضارية لا تلغي المكونات الأساسية اللي منها المكون الأمازيغي البعد المشرقي في الجزائر كان قبل حتى قبل حضارة العربية الإسلامية شاشناء الملك شاشناء اللي نحن الآن نقرخ به ووصلنا 2965 وبالمناسبة أسقوسمقز جايريين أسقوسمقز من مصر إلى المحيط الأطلسي لأنه يحتفلوا ببناير وين راح راح للمشرق وهناك معلومات يعرفها زميلي أنه وصل حتى الجيريزاليم بيت القدس اليوم إلا إلى وصل فيه مصادر يهودية تقول أن الملك الأمازيغي شاشناء وصل إلى جيريزاليم هل تعتقدون في الموضوع في الموضوع لا لا بشيكم الفكرة ولكن هل تعتقدون أن يعني الهاوية ليخد أن الأزمة السياسية من الثلاثينات الربعين إلى الخمسينات وحتى بعد الاستقلال يخلت اليوم الطرح يطرح بهذا المنظور الخطأ سياسيا تاريخي نعم الخطأ المرتكب من الناس ليسميهم تغريبيين وهم موجودون وهم موجودون من العشرين ولكن محبل ولكن أنت تتفق معي ما هم شبرك في منطقة القبائل موجودون في الجزائر فإذن الخطأ الذي يرتكبه التغريبيون المبثوثون نعم في الجزائر وأنهم ما قرأوا اشتاريخ وغلطوا ينسوا أن الوعاء أنتعنا هو الوعاء المشرقي شاشناك وين رأي هذا ما كان أنا أقول برك شاشناك راح اتجاه نحو المشرق وأسس أسر المالكة الثانية والعشرين في مصر وهناك عشر باسلات في معبد الكرك لا تزال إلى يومنا هذا تمجد هذه الأسراء هو متفق عليه المنطقة هذه ويعاء حضاري واحد من الكراري إلى أمان نعم هذا الوعاء الحضاري لا يجب أن يقصي البوع المكون الأمازيغي هذه هي الغلطة هذا هو نيانس هذا هو الخطأ كذلك مثلا يقولون مغرب العربي لماذا لا نقول المغرب الإسلامي لماذا لا نقول المغرب الإسلامي وأنت تتفق معي وأنت تتفق معي لأنك تعرف الحقائق الأسماع الأصل هو المغرب الإسلامي لماذا لا نقول أن برور تشكل بعد الحرب العلمية أولى سوكوط دولة العوتمانية ظهر فضاء سياسي جديد هو الوطن العربي هو الوطن العربي وأصبح هذا الوطن يتشكل من جناحين جناح المغرب وجناح المشرقي يعني المشرق العربي والمغرب العربي يعني هذه التسمية اللي اخدأت بعد الحرب العالمية الأولى اخدأت جناحين والوطن العربي يعني ينقسم إلى قسمين رئيسيين جناح مشرقي هو المشرق العربي وجناح مغربي هو المغرب العربي والحركات الوطنية الحركات الوطنية والاستقلالية في هذه البلدان الثلاث الرئيسية الثلاث يعني لم تتعقد من هذا بالعكس لما عقدت مؤتمرها التاريخي الشاهير الكبير في القاهرة في الف وتسعمائة وسبعة وربعين سمته مؤتمر المغرب العربي اللي شاركت فيه كل حركات أو معظم الحركات الوطنية وعن هذا المؤتمر انبثق المكتب الشاهير اللي قام بعملية التعريف والنضال من أجل القضية المهاربية هو مكتب المغرب العربي لما جاء الثائر المناضل المجاهد عبد الكريم الخطابي في عام تمئة أربعين أسس لجنة تحرير المغرب العربي نعم كل المغرب وكلها وصولا اسمح لي وصولا إلى وصولا إلى اتفاق الحركات الوطنية حركات المقاومة المسلحة عندنا في الجزائر وفي تونس في المغرب في عام ربع وخمسين وخمسة وخمسين بتشكيل قيادة موحدة أطلقت عليها جيش تحرير المغرب العربي نعم وهذا الجيش تحرير المغرب العربي هو الذي أرعب فرنسا وأدخل المفاوض الفرنسي في الدخول مع الأجنحة المعتدلة في تونس مع بورقيبة وفي المغرب الآخرية إذن فالتسمية هذه هي تسمية نيضالية لا يمكن أن نختزلها هكذا شكرا ربما لا 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 لازم نعقب لا الفضل في تريد في من فلنك شوف تسمية هذه هو قال كلمة مهمة جدا هي تسمية نيضالية أنا أتفق معها لكن ما يلزمش نكونوا دوغماتيين ما يلزمش نكونوا متحجيرين نحن نعرف أن تسمية المغرب العربي ظهرت كما تفضلت في الثلاثينيات في الأربعينيات حينما كان قادة المغرب الإسلامي ينشطف في القاهرة إذن ظهرت تحت ضغط معين تحت ضغط معين أنا نرجع لك بين أول نوفمبر نرجع لك بين أول نوفمبر ما هو الكونسابت ما هو الكونسابت يستعملوا ببيان أول نوفمبر مهم جدا استعمل مصطلح شمال فريقي قالك تعمل تعمل الثورة ثورة جبه التحريب من أجل تحقيق تحقيق وحدة الشعوب ربما حتى الموضوع اليوم تكلمنا شيخا عليها طبيعة المهمة جدا الهوية والثقافة شوفها سعب لا قد يتروني محظة مفضوية لا 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 ما كملتش سمح لي هناك قضية هناك مناظل فرحة علي نعم الذي تعرض لمحاولة اغتيال في أواخر الأربعينيات من طرف صحابه وفرنسا نشرت مقال في إيكو دالجي تقول بليكا إن فارتي دي بوب الكابين هذا الضحية اللي يضربوه اللي تنضرب هذا الضحية وش يقول بعث بالتعقيب الإيكو دالجي باش ينشره ولكن نرفضه باش ينشره لأن فرنسا كانت تبث سياسة الفرقة ثم نشرت في أوتسا عربين في الالجير الأربعين نعم 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 المترجم للقناة نتعلم أن يكون هذا الكلام صحيح لكم ولكن الإدارة الاستعمارية الفرنسية وجهزة الاستخبارات الفرنسية كانت تشتغل على التقسيم وعلى التفتيش وبالمناسبة أعطيه معلومة أن هذا البيبيكا أيضا فيه في الأرشيفات محاولة لخلق بي 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 وبي بي إن شكرا أستاذ مصطفى نويسر أستاذ تاريخ المعاصر بجامعة الجزاء الثنين جامعة سعد أبو القاسم سعد الله من جهتي أشكرك سيد دكتور محمد أرسكي فراد مؤرخ في النشط السياسي تكلمنا في الموضوع وهو موضوع مهم جدا وقت قسير وتغاليها الطابع الهوية وهو مربوط مباشرة بالطابع السياسي هذا هو التاريخ وهو التاريخ مرة أخرى أشكركم جزيل الشكر عن تقبلكم للدعوة والنقاء في الموضوع أتمنى أن تشوفكم في حصة قادمة وفي حصة أخرى إن شاء الله من جهتي أيها السيدة وسيدتنا أشكركم وإلى اللقاء في حصة قادمة إن شاء الله